السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبدأ اول درس معنا. طبعا هنحنش هنقول بقى ازاي هنمننزل الفيتشوب ومنفعله ازاي ومنشغاله ازاي. طبعا الكلام ده كله يعني كل الناس دلوقتي بات عرفاه. مش عايزين نتطرق له يعني. الفيتشوب تقدر تنزله وتشتريه من الموقع لأسه. تمام. بعد كده اول ما هنبدأ نشتغل هنفتح للفيتشوب هنكون تزهررنا الوينغو ديت. تمام. وبعد كده هيبدأ قدامنا البرنامو يشتغل. بديت الانترفيس بتاعت الفيتشوب. تمام. بالشكل اللي احنا شاهدينه ده. فوق هيكون فيه الميني بار. تمام. قائمة اللي فوق. وايس. القائمة اللي في الجنب ديت نقوله عليها التولز بار. تمام. قائمة الادوات. وزي ما تشوفين كل ما نقف على على التولز معينا حذير بقى الفيتشوب لشغلنا. كده نرزة وسطة جدا عن التولز دي بتاعم بايه. شكلها. طبعا بالنفس الشكل اللي احنا شايفينه ده. قائمة العالمين ديت. قائمة فيها بنالز. بنستخدمها فقط كتير. فيها الكرارز. فيها طبعا اهم حاجة الليرز. انا رفع بعد كده. وفيها الفونتات والخصائص. اه الكتابات كلها يعني. فيه بعد كده. اه 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 ازراء الخالص ده العالمين. طبعا ده اه لو اخترنا منه مثلا من القائمة ثري دي. اه اا حيحول لنا الانترفيس نفسها كلها. اللي فقط مستخدمي ثري دي. اللي عايز يعمل حاجة فيها ثري دي. تصميم الشرائس الأبعاد بيديك البانالز الخاصة أو الأدوات الخاصة بالسري اللي عايز يعمل ويب بيصمم ويب تمام بيديه الخصائص والبانالز الخاصة فقط بالويب عشان يقدر يسهل عليه استخدام البرنامج برضو اللي عايز الموشن الحاجات اللي فيها تحريك اللي في صور الكلام الده ضف لنا تحت خالص حاجة اسمها تايم لاين تمام ودي هنشرحها بعد كده زي احنا نقدر نصدر بعد كده نقدر نعمل بعد كده تصميم يكون متحرك ونصدره بصيغة الفيديو اي ان كان صيغة الفيديو ايه او حتى نصدره بصيغة الج اي اف اللي هي الصور متحركة تمام ودي حاجة اي اه اه يعني كويسة جدا ومش كتير بيستخدموها في الفوتوسوب يعني ولكن هي فعلا حاجة ممتزة جدا جدا اه فيه بردو حاجة تانية احنا عاجزين أتكلم عليها البينتنج الناس اللي بترسم تمام بتعمل ديجيتال بينتنج اه برضو بيديها البانالز والخصائص بتاعتها. وجميع القوائم اللي تخص الرسم تمام. والتلوين. زي الفرش زي الألوان. والليرز طبعا ديها تسبتها معنا فتاة كتير جدا. في حاجة تانية اللي هي الفوتوغرافي ديها اللي هي خاصة بالمصورين برضو. هتكلم الخصائص. الخاصة بهم هما. الخاصة بهم بالمصورين. نرجع للأول اختيار وهو ده اللي بي بديفورت بتاعه. وبيزهر لنا بالشكل ده. تمام. في بضحة عايزة اقول لكم المرادي اللي هي من قائمة edit. هنزل على الـ preference واختار الانترفيس. تمام. دي حاجة بسيطة بس عايزة لكم المرادي او ازاي نغير الانترفيس بتاعيتنا على حسب اللون اللي انت عايزه بقى من الفاتح جيدا. تمام. نفتح حاجة لأولا حاجة. من اختار ومن انتكى أوكي. تمام. و بس كده. واشوفكم ان شاء الله راح عاجيه ان شاء الله بس ده. السلام عليكم.